المصارف اليونانية خوية على عروشها ومع اتضاح الرؤية حول عجز أثينا عن دفع مستحقتها المالية لصندوق النقل الدولي تتضعف احتمالات حدوث شرخ في منطقة اليورو خصوصا بعد تعثر المفاوضات بين أثينا ومقرضيها قبل حلول الموعد النهائي لسداد ديونها المستحقة لن تتمكن اليونان من التزديد اليوم وبالتالي فهذا سيضعها رسميا في خانة التأخير مع صندوق النقل الدولي لكن التأخير سيضع اليونان على قائمة دول مثل زمبابوي ولذلك فالتاريخ الأهم هو فعلا الاستفتاء يوم الخامس من يوليو تموز ورغم أن اليونان مضطرة لدفع مبلغ مليار ونصف المليار يورو لصندوق النقل الدولي نهاية يونيو حزيران فهذه الضرورة لم تعد النقطة الأهم على اليونان أيضا تزديد مبلغ ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون يورو إلى المصرف المركزي الأوروبي وإذا صوت اليونانيون بلا خلال الاستفتاء فستكون المصارف مفلسة تقريبا والبنك المركزي الأوروبي لن يمويلها من جديد معظم الديون اليونانية نجدها على مستوى المصرف المركزي الأوروبي أو ممثليه وبالتالي فليست هناك مشكلة اقتصادية الأمر ليس اقتصاديا فاليونان تساهم بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو وهذا أصغر بكثير من الناتج الصافي الداخلي العالمي القضية تكمن حول كيف ستستخلص الأسواق العبرة وكيف ستتعامل مع الالتباس حول ما يمكن أن يحدث التأخر في السدد لا يعني تلقائيا الخروج من منطقة اليورو فاليونان لم تغادر المنطقة رغم مشاكلها المالية ولكن ربض الاقتراحات التي قدمها الدائنون عبر الاستفتاء ستجعل خروج أثينا محتملا اشتركوا في القناة